اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء عدا الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون مساء الجمعة الى ارض الوطن قادما من ايطاليا بعد زيارة دولة دامت ثلاثة ايام بدعوة من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار هواري بومدينة الدولي كل من الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن ورئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريحا ومدير ديوان الرئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف وفي اليوم الثالث والاخير لزيارته الى ايطاليا توجه الرئيس تبون رفقة نظره الايطالي عبر القطار الى مدينة نابولي ومن مقر الاقامة الرئاسية فيلا روزبيري هناك حيث استقبله الرئيس ماتاريلا اطل الرئيس عبد المجيد تبون من احدى شرفاتها المقابلة للواجهة البحرية على الباخرة الشراعية التاريخية امريغو فيسبوتي وهي تطلق 21 طلقة مدفعية ترحيبا به وتعد هذه الباخرة الاقدم في اسطول البحرية الايطالية سبق لها واندربت ضباطا من البحرية الجزائرية كما قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة متحف كابو ديمونتي الوطني بمدينة نابولي الايطالية خلال ختام زيارة الدولة التي قام بها الى ايطاليا الرئيس تبون كان مرفوقا بنظره الرئيس ماتاريلا الى جانب رئيس بلدية نابولي ومدير المتحف هذا الصرح الثقافي عد من اعرق المتاحف في العالم يضم معارض للفن القديم والمعاصر بالاضافة الى قسم كامل مخصص للتاريخ بدأت بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو اعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول القضايا الانسانية والارهاب وقد شاركت الجزائر في اعمال الدورة الرابعة للجنة التقنية المختصة للاتحاد الافريقي حول الهجرة واللاجئين والاشخاص المهجرين الداخليا وكذا الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي تحذيرا للقمتين الاستثنائيتين الخامسة عشر والسادسة عشر للاتحاد الافريقي ودعت الجزائر في هذا الاطار الى بلولة تطور او تصور متعدد الابعاد يستهدف الاسباب العميقة للازمات الانسانية في القارة سيما الاستعمار والارهاب من اجل التوصل الى حلول مستدامة تتواصل النسخة الثانية والعشرون من منتدى باماكو دافوس افريقيا الصغير تحت اشراف رئيس الوزراء المالي تشوغيل مايغا ويكتسي هذا المنتدى اهمية خاصة هذا العام لتطرقه لاخر التطورات السياسية في مالي ومنطقة الساحل برمتها كما سيتطرق المنتدى للحديث عن المرأة تحت الشعار المرأة والسلام والامن والتنمية في افريقيا اصدر الكونغرس الاسباني قررا يؤكد على ضرورة انهاء استعمار الصحراء الغربية فيطار الاحترام الصارم للشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة حسب ما اشار بيان صادر عن البرلمان متهما رئيس الوزراء الاسباني باتخاذ قرارات وحادية وغير قانونية ومضريد بالحياد عن التزامها تاريخي في دعم القضية الصحراوية العادلة وفي المغرب دعا الاتلاف والمغربي الهيئات الحقوقية الى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت اليها تنسقية والجبهة الاجتماعية المغربية التي تضم مختلف الهيئات الحقوقية الاحهد المقبل ضد الغلاء والقمع والتضييق الذي يطال المدافعين عن حقوق الانسان والتطبيع مع الكيان الصغيوني نهاية الموجز الى اللقاء